السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد على قناة وصفانيت اليوم ان شاء الله غتشوفوا معي طريقة تحضير تحلية خطيرة جدا تحلية كريمية شي حاجة اكتر من خطيرة مضاقها فعلا رائع جدا جدا غادي تجربوها وغادي تعجبكم مليار في المئة لانها فعلا كتستحق تجربة مضاقها فعلا مميز كتجيب حل التحليات الراقية جدا لكتناولوها في بعض المطاعم القبرى فعلا كتستحق تجربوها غادي تعجبكم على حسابي غير جربوها مئة بين مئة الا كنتوا اول مرة كتزول القناة ما تنسوش تشتركوا اضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل الجديد نخليكم مع الفيديو على بركتي الله بالنسبة المكونات الاولى بقوا معايا باش تشوفوا المكونات التانية عدنا نصف لتر من الحليب وعدنا هنا خمس ملاعق من السقر ملعقة كبيرة عدنا ملعقتين كبار من القهوة سريعة الدوبان مش القهوة العادية اللي كنعملوها مع الماء القهوة اللي كنعملوها في الحليب الساخن وكالدوب القهوة سريعة الدوبان عدنا هنا ملعقتين كبار راح تلي ما كيحبش مدق القهوة غادي تعجبو هاد التحلية لان انا ما كتعجبنش القهوة نهائيا لكن هادي فعلا كتجيه عدنا بيضاتين وملعقتين كبار من ناشا ناشا الدورا غادي ندودو لبركتي الله لتحضير اولا بسم الله اول خطوة كنديرو كنجيبو الحليب واحد الكيمية قليلة كنوديلو فيها القهوة سريعة الدوبان وكنوضعوها على النار باش كندوبو القهوة سريعة الدوبان إلا بغيتو غليو الحليب ولا سخنو هو الاول وتوضعو في القهوة راح نفس الشيء مهم غادي ندوبو القهوة مع الحليب كخطوة أولى ومن بعد غادي نبدو في التحضير اولا كنجيبو كسرونة كنعملو فيها البيضتان او لا حبتين من البيض كنضيفو ليهم السكر خمس ملاعق او لا اه مهم لان القهوة كتكون ومن بعد غادي بعد ما حركناهم جيدا حتى كندوب السكر غادي نضيفو ليهم الان ملعقتين كبار من ناشا وغادي نحركو كذلك البيض مع الناشا حتى كتلاحظو ان الناشا مبقاش فيه تكتولات ونساجم لينا مع البيض تماما ومن بعد كنجيبو الحليب غادي نضيفو الكيمياء دي الحليب بالكامل وغادي نحركو جيدا حتى تنساجم لنا المكونات مع بعضها ومن بعد على بركة الله غادي نضيفو ذاك الحليب مع القهوة اللي سخنا وحركو بسرعة باش ما تطيبش لكم البيض نحركو بسرعة بسرعة حتى تنساجم المكونات كتشوفو كيف شو اللا لون الخليط راه تغير والان كنوضعوه على النار النار اللي كتكون متوسطة مع التحريك المستمر حتى تكون عندنا كريمة متماسكة ضروري تبقى وتحركو هكا باستمرار شتو معايا حركو باش ما تلتصقش لكم بالاسفل وتحرق شتو الان ها هي راها بدات كتعقاد ومن بعد ما اللي غا تولي لينا يعني بدو يظهروا ليكم فيها فوقاعات را كتلاحظو معايا الان راني غير زربت الفيديو الفيديو باش ميجيش مومين شوفوا الفوقاعات يعني راهو اللات تقيلة ولا تمتماسكة من بعد غادي نطفيو عليها النار ضروري جدا انكم تخليوها حتى التماسك جيدا ومن بعد كنجيبو واحد الاناء وكنعملو فيه هاد الخليط ديال تحليا بعد ما تماسك الخليط الاول وكان غطيوه بواحد بلاستيك غدائي ضروري ان البلاستيك يلامس لنا السطح ديال الكريمة باش ما تكونش عندنا قشرة ومن بعد غادي تدخلوه للتلاجة انا غادي ندخلو للمجميد باش يبرد بسرعة لاناني يعني بغايت نحضرها بسرعة الى كان عندكم الوقت تدخلوها للتلاجة وهنايا بعد ما تماسكت راخدت مني فقط وحد الربوع ديال ساعة في المجميد يعني ما كتاخدش وقت طاويل ها هي كما تشوفوه غادي نخليوها جانبا غادي نشوفو الان الكريمة التانية الى بغيتو تدعملو غير الكريمة الاولى عملوها ولكن الى اضفتو عليها الكريمة التانية ففعلا ما ضاقها كيجي خاطير عدنا هنا نصف علبة من الكريم شونتي غير نصف ديالعلبة ما يعادل خمسون غرام او لا ملعقتين ونصف العلبة راني حليتها ووضعتها في المجميد باش تبرد شفتوا معايا وهذا هو السير باش تجينا الكريمة متماسكة جدا كذلك نفيش شيء بنسبة الحليب كنحتاجوه منه نصف كأس هاد الكأس بقياس دياله مئة وخمسون ميلي لتر كذلك كنوضعوه في المجميد حتى كيكون بارد جدا وكيتلش كماشتو معايا على بركتي الله في ايناء كنوضعو الحليب كنضيفوه ليه ملعقتين ونصف من الكريم شونتي او دريم ويب هادي نخلطوه بواسطة الخلط الكهربائي حتى تكون عدنا كريمة متماسكة بالنسبة لمدة الخفق فتقريبا واحد سبعة دقائق خمسة دقائق ولا سبعة دقائق كل ما كانت الكريمة باردة والحليب بارد كل ما كانت تماسك بسرعة وهاد العلبارة كنعملوه منها التحليزوج ديال المرات يعني اقتصادية والان كنبدوه بوضح الكريمة الاولى على الكريمة الثانية كنضيفوه ملعقة بملعقة ما اضيفوه هاش دفعة واحدة وانتو ما كتحركو بالخلط الكهربائي علوه سرعة متوسطة في الاول كتعملو السرعة اللي كتكون يعني قوية من بعد ما كتولي الكريمة تماسكة كتخفضو السرعة وكتبدوه تضيفوه في الكريمة الاولى على الكريمة الثانية وتبقى تخفقوه حتى كتندامج وكتنساجم مع بعضها جيدا والان على بركة الله غدي نجيب كؤوس ديال التقديم وغدي نوضع فيها هنا عملت هذاك البيسكوي اللي كيكون اللون دياله اسود فهنا غير بواسطة اليد ديالي حاولت انني انفرتوه كباليد إلا بغيتو تعملو الطحانة الكهربائية يعني بغيتو الطحن ويجي مطحون على شكل غبرة فممكن طبعا هنا عطيتكم فكرة للتزيين والتزيين طبعا كيبقى اختياري كما ممكن تقدموها لوحدها فراها لديدة جدا جدا غدي نخليو هاد الكؤوس جانبا وغادي نجيبو الكريمة ديالنا مباشرة يعني ما وضعتها في التلاجة الاولى مباشرة غنوضعوها في الكؤوس ودان على بركتي الله رها باردة غدي نوضعوها هنا يا في جيب حلواني إلا بغيتو توضعوها مباشرة في الكؤوس وضعوها مباشرة بالملعقة لكن مش مشكل لكن إلا بغيتو هكا تجي شوية مزينة لكن إلا بغيتوها تجي مزينة يعني جي شكل ديالها جميل كتوضعوها في جيب حلواني باش كتجي هكا بدك شكل إذا الآن غدي على بركتي الله غدي نبدو نوضعوها في الكؤوس كؤوس تقديم على هاد شكل شفتوا معايا هكا وفي الأخير كنعملو لها هكا باش تجي يعني كتبان أنها كريمية ماشي كتبان يعني مليك توضعوها في الكؤوس هكا مباشرة كتبان كأنها تحلية عادية بنفس الطريقة غدي نعمل باقي الكؤوس إلا مثلا بغيتو تعملو كمية من الكريمة وتعملو كمية من البيسكوي وتكملو بالكريمة كيبقى لكم الاختيار إلا بغيتو توضعو الكريمة بوحدها كيبقى لكم الاختيار مهم زين كيبقى لكم طبعا أنا عملت البيسكوي في الأسفل ما عملتوش في الواسط باش يعني تحلية يبقى عندها ماداق واحد اللي هو الماداق ديها لان نحتى البيسكوي كيضيف الماداق ديالو وكما شتورها كمية ما شاء الله كتعطينا كمية كتير أنا هنا عملت تسعة ديال الكؤوس ولكن كما كتشوفو راهم ممتلئين جيدا غدي نزين الآن هنا بواسطة الشوكولاتة جيغمي سيل غدي نعملها في الأعلى ديال كله واحدة ومن بعد غدي نجيب هاداك البيمو او لا هاداك البيسكوي اللي كيتباع هكا على شكل سيجار راه كيتباع بديلها مواحد كله واحدة كيكون فيها ثلاثة هنا يا كله واحدة قسمتها الى نصفين وغادي نعملهم هكا في الجوانب كتزين كما كان عافوا راه العين تأكل قبل البطن لذلك دائما نحاولو نزينو الأطباق ديالنا اذا متابعينا هدا وشكل نهائي ديال التحلية ديالنا كتجي مدقها خطير وممتاز ومدق خرافي فعلا مدق خرافي راكم غادي تجربوها وغادي تأكدوا لي أن مدقها فعلا تحفى كما عملت وفتح لي السابقة لجربوها العديد من الأخوات والحمد لله كلهم نالت إعجابهم شكرا لكم على كل تعليقاتكم شكرا لحسن المتابعة اللهم ارفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء يا رحمن ويا رحيم والسلام عليكم